جنبه ماذا؟ جنبه ولا تصلي في ثوب أصابه خمر مع أنه حكم واحد لحكمان أعزائي حكم واحد بدليل ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديث وإياك أن تصلي في ثوب ولا تصلي في السواد ولا تصلي على بواري اليهود والنصارى عجيب في النتيجة ذلك كل محرم وهو في مكانات أخرى يقول هذه ليست بعضها ماذا؟ ليست محرمة إذن يكسب على أنه العبارات عبارة الروايات هذه ليست بعنوان ماذا؟ بعنوان أنها محرمة وهذه صارت السبب أن جملة الآن من الفقهاء لعلهم موجودين همات حتى في زماننا أرى في يوم العاشر مولانا الصايا السوداء شنو؟ ما يلبن؟ لا لا مكره حرماء لا الكراهة قلة الثواب في المستحبات الكراهة شنو معناها؟ أمور مبغوظية الكراهة قانون عام الكراهة في المباح يعني شنو؟ يعني مبغوظية ولكن غير إلزامية أما إذا صارت كراهة في أمر مستحب يتقرر به إلى الله مثلاً ألا تصلي في الحمام مثلاً خلص صلاة قربة إلى الله هذه الكراهة يعني مبغوظ يقول لا 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 ممرد من الكراهة في الذي يتقرر به إلى الله يعني ماذا؟ المبغوظية بل قلة ماذا؟ درجة الثواب تقيل خب بيني وبين الله أنت الإمام الحسين أسأ بدل ما ينطوك ثواب أبو أمي الدرجة خليطوك ثواب أبو أثمانين درجة المعروفين كان يقولون بحرمة لبس جنو بحرمة لبس السواد مولانا بعض هماتي أنا شاف بيني وبين أنا راحا يستغلوا يقولون ضد الحسين مولانا فسو قال قال إلا استثناءاً وردت روايات في مسألة جنو الإمام الحسين يقال أن أحد العلماء مولانا سأله أحدهم إن شاء الله بعد الدرسهم سألتوني أقول لكم منه عرفتوا شو سألوه سألوه وين في بعض البلدان اللي هي واقعاً هاي المسائل الشعائرية وكذا هل يجوزوا للجنوبي أن يمس فرس الإمام الحسين يوم العاشر باعتبار أنه يجيب انتشى به وهذا المهر مالت من مولانا مال الإمام الحسين فيتبركون الناس بها لو ما يتبركون يتبركون فإذا هو جنوب يريد تبرك بيها يجوز لو ما يجوز مولانا والسؤال واقعاً وهذا من قراءتهم هيدوش من القضية فكتب مولانا لا إشكاله فيه يقول جينو إشكاله فوكيلة دزلة من المنطقة قال رسالتك ديش أمروها بالشارع إشلون إشلون الجنوب يمس منه فرس الإمام الحسين أو علم العباس تذلي العباس شخص عنده علم مولانا عرفته شون فقلوا له سيدنا الشيخنا تلاحق مولانا خربت سيدنا الشيخنا تلاحق لها مباشرة صدر فتو ثانيا قال إلا إذا لزم الهتك فلا يجوز هذو لمشابه لا يجوز بها قالوا خفزين ما كم مشكها فالي باني أحسن فمقصودي بأنه الكلام عليه لحوة هذا المورد الأول شيخ الصدو والشيخ ما ذكره وهكذا